بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا متابعين يا رب تكونوا كويسين وبخير بصحة جيدة معكم من الصفاء قناة يوتيوب اللي بسمعني الاول مرة وعجب الفيديو ما ينساش اشترك وفعل قرص كأسر كل محتوى القناة حابة اعرف اللي بسمعني الاول مرة ان في قناة ثانية اسمها يوتيوب معرفة يمكنكم الوصول عليها عن طريق فتح قناة يوتيوب افتحوا هذه القناة اسفل الفيديوهات عند فيديوهات مميزة حتجدوا القناة الثانية اشتركوا في القناتين وفعلوا بقرص في القناتين يجب تفعيل الجرس لانك لو اشتركت بدون تفعيل الجرس كأنك لم تشترك فالتحاول تقوم بالاثنين لا تنسى اللايك والكمنت الحلو للقناة دعم لنا ومساندتنا طالما انت بتستفاد او بتاخذ التعبير او بتاخذ جزء من التعبير اعملنا اللايك والكمنت الحلو اليوم بتعبير عن الخريف وضعية نجيه عن الخريف مقدمة وعرض أي موضوع تعبير مقدمة وعرض وخاتمة مقدمة أترك بياض فصل الخريف هو ثالث فصول السنة ويقع بين فصل الصيف وفصل الشتاء هو من أجمل الفصول على الإطلاق كده المقدمة سطرين عرفت كده فصل الخريف ووقته يأتي متى العرض أترك بياض يتميز فصل الخريف بأنه فصل تساقط أوراق الأشجار في العرض ماذا كتبت في العرض كتبت عن مميزات فصل الخريف يتميز فصل الخريف بأنه فصل تساقط أوراق الأشجار ويكون الجو معتدلا جميلا فتحسوا بالدفء فتحسوا بالدفء هنا الهمزة فتحسوا بالدفء والبرودة في آن واحد لأنه يجمع بين كل الفصول ونجد السماء تتزين بالسحب الرمادية وتكثر الغيوم وتهب الأمطار والرياح خفيفة وتهاجر الطيور إلى الأماكن الذافئة فصل الخريف يجلب الخير والنماء فيبدأ الفلعون بزراية المحاصيل المختلفة كالزبانخ والخص واليقطين وغيرها الخاتمة أتروب بياط إن فصل الخريف فصل السعادة والحياة والنشاط والسحر والجمال إن فصل الخريف فصل السعادة والحياة والنشاط والسحر والجمال فحقا ما قيل الخريف هو ربيع ثاني فصل الخريف هو ربيع ثاني نترك بياط في انتهية المقدمة والعرض وين الخاتمة؟ عند القول برضو طبع علامات الترقيم عند القول قيلة نضع نقطين فوق بعض هنا عنده الاستشهاد أو الحديث أو أي قرآن نضع مزدوجان هي علامتين التنصيص صغيرين دولة نفتحها نفتح في البداية وعندما ننتهي من الحديث أو القول أو الحكمة نضع علامتين التنصيص والتعبير يبدأ ببياط وينتهي بنقطة في نهاية المقدمة نضع نقطة في نهاية العرض نضع نقطة وفي نهاية الخاتمة نضع نقطة كلها علامات الوقف وعلامات الترقيم يارب كذا الفيديو يعجبكم أشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء مع موضوعات تعبير أخرى ووضعيات إدماجية أراكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله كانت معكم من صفاة قناة يوتيوب يلا أترككم في رعاية الله وحفظه لا تنسونا في اللايك والكومنت الحلو تشير الفيديو إذا استطعتم تشير الفيديو شيروا الفيديو دعما للقناة وتسندوا القناة بالتعاون معنا بالتعاون معنا في تشير الفيديوهات بتاعتنا نزلكم المزيد إن شاء الله دم تتعاونوا معنا نتعاون معكم وإن ساعدكم نزلكم الفيديوهات الكثيرة في جميع المراحل والصفوف يلا مع السلام وأترككم في رعاية الله وحفظه مع السلام